هذا سؤال مهم بالنسبة لهذا هذا الحلاق الآن اللي كيجي عنده السيد عنده الشعر كرد وهذاك عنده بعض المواد الكيموية اللي كيديرها له ويتسرح الشعر دياله لكن لحد الآن ما كي مشكلة لكن هذه المواد الكيموية على المدى المتوسط والبعيد قد تؤدي إلى ضرر الطبيب ينبغي أن يقول له لا يجوز لك أبدا أن تستعمل ذلك لما فيه من ضرر مستقبلي فكأنك تقدم والعياذ بالله على المغامرة والمخاطرة بصحتك ربما يقول لك واسبا يقول لك أنت عاش بك غدير ضربك ولكن لك تدرب واحد لمادة كيموية تقتل لك الخلايا تطيح لك الشعر وهذه ما يبقواش يقولوا هالناس علاش باش يبقوا خدامين وصحاب المواد الكيموية خدامين وصحاب خدامين اللي هممه هو اسمه يجمعه الفلوس أما باش ينصحه لك ذلك إن شاء الله تعالى للنسان يخصوه ينصح يخصوه ينصح إنه هو مسلم يخصوه ينصح من حق المسلم على المسلم أن يستنصحها وإذا أن ينصحها وإذا استنصحها